موسيقى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها المشاهد نت موقع اخباري يرصد حياة رياضي يمني من البطوة العربية للمصارعة الحرة إلى بائع شعير في شوارع صنعاء من صحيفة الأيام ميليشيا الحوثي تخطط لبعركة جديدة في جبال ريمع ومن اخبارنا المنوعة بريطاني يعبر القارة القطبية الجنوبية وفاء لصديقه المتوفي قبل عامين أهلا بكم في الثامنة من صباح كل يوم يغادر الشاب اليمن محمد الجرباني منزله بالعاصمة صنعاء المكان الطبيعي الذي يفترض أن يذهب إليه هو ناد رياضي لكن لم يعد هناك شيء في سياقه الطبيعي محمد يتجه إلى معمله الخاص ببيع شراب الشعير والزبيب رغم أنه بطل يمني سابق في رياضة المصارعة والتي بدأ ممارستها في العام 1997 وفق لموقع المشاهد نت الثلاثيني محمد الذي سافر على نفقته الخاصة في مشاركته الوحيدة الخارجية في المطولة العربية للأندية للمصارعة الحرة والرومانية في العام 2009 يفاخر بما حققه إذ أحرز ميدالية برونزية بحصولها على المركز الثالث بين متنافسين من 14 دولة ويقول المصارع اليمنية الذي حقق إنجازات مهمة بإحرازه مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وحصد عددا من الميداليات بينها ثمان ذهبية يقول أشعر بالفخر لأنني رفعت عالم اليمن عاليا الجرباني أب للطفلين اضطرر العمل في مهنة أخرى على حساب اهتمامه بالرياضة حيث لجأ قبل ثلاثة أعوام إلى تأسيس معمل خاص لبيع شراب الشعير والزبيب في العاصمة الصنعاء من أجل إعالة أسرته ما الذي ستحدثه جلسة للبرلمان اليمني في عدن؟ بهذا السؤال يعانون موقع يمن مونيتور تقريره الخاص قائلا إن لقاء الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بأعضاء مجلس النواب فيما يقول مسؤولون إنه تمهيد لعقد جلسة في مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة ما يعني مرحلة جديدة في طريق الشرعية وربما في وقف الحرب وقال برلماني للموقع إن إجمالية عدد أعضاء المجلس الموجودين خارج اليمن وفي مناطق سيطرة الحكومة يزيد بقليل عن النصاب المطلوب لعقد الجلسات في عدن وأضاف إذا ما عادوا إلى عدن خلال هذه الفترة سيكون المجلس جاهزا لعقد جلسة كاملة النصاب في يناير القادم وأضاف الموقع أن البرلمان يحظى بقبول الطرفين ومعترف به من الطرفين وأقض جلسة بنصاب مكتمل ينهي وجود الحوثيين كسلطة أمر واقع وفقا للدستور والقانون النافذ فإن أعضاء المجلس سيكونون قادرين على التأثير في الحكومة اليمنية من جهة وعلى الحوثيين ما الذي جلبته لنا الحرب في اليمن؟ هكذا يتساءل مصطفى الجبزي في مقاله المنشور في موقع مسند للأنباء فضلا عن الحالة الإنسانية الكارثية التي برأيي لم تعمل الحرب إلا على إبرازها بشكل مكثف إلا أن جذور سوء التغذية والمجاعة ووفيات الأطفال كانت حقيقة يمنية بلا انقطاع وعن حالة الانشطار الوجداني وخيبة الأمل وفساد الرأي والاستهتار بالحياة وتفشي جرائم جنائية بشعة واعتداء على الطفولة والنساء وعن انتعاش سوق المنظمات والكيانات والروابط والجمعيات والشباب والشابات الذين يعرضون صور محتاجين وينشرون أرقاماً للمساعدة والتبرع بلا ضوابط ولا حساب دخلت الحرب كل بيت ومن لم يكن يقاتل أو مستعداً لذاك صار مستعداً للقتال أو مقاتلاً بالضرورة خصوصاً في المناطق التي كانت تميل إلى السلم والسكينة والشكوى فقد تمترست على القتال واستسهلت الدم ولهذا وانطلاقاً من النقطة الأخيرة التي تفيد بانتقال الصراع من المستوى الرأسي إلى مستوى أفقي يغذيه رغبة الثأر بسبب ارتفاع عدد الضحايا والخطاب العدائي الدعائي فإن جرى الأطراف اليمنية أممياً أو دودياً إلى سلام سيء من دون عدالة ولا إنصاف يعني اغتيال الدبلوماسية والسياسة وإفلات المجتمع ليواجه مصيره بعيداً عن السياسة وانتهاج حرب مفتوحة تخرج عن سيطرة الأطراف الرئيسة التي قد تكبحها السياسة والمؤثرة الإقليمية والدولية بماذا كان يفكر من دو ميليشيا الحوثي إلى مشاورات السويد وهو يمضي على اتفاق تبادل الأسرى لابد أنه كان غارقاً في التفكير بطريقة للتنصل من الاتفاق الذي أمامه ووفقاً لموقع الصحوانت فإن الميليشيا أنكرت وجود 2946 معتقلاً وأكد مصدر الحكومي مسؤول التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين محذراً ميليشيا الحوثي الإنقلابية من التنصل عن الاتفاق والكف عن محاولات إفشاله بدءاً بتقديم إفادات كاذبة وغير صحيحة وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي أنكرت وجود 2946 معتقلاً في سجونها من أصل 8576 إثماً تضمنها الكشف الذي قدمه الوفد الحكومي في مشاورات السويد وأكد المصدر أن المعتقلين الذين تحاولوا الميليشيا إخفاءهم لأسباب غير معلومة موجودون بالفعل في معتقلات وسجون الميليشيا وبعضهم كانوا قد ظهروا في السابق على القنوات التلفزيونية التابعة للحوثيين في صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عداً تقرير خاص عن معركة ميليشيا الحوثي القادمة وعنوانة الصحيفة جبال ريمة كيف تحولت مركزاً بديلاً للحوثيين بعد الحديدة وقالت الأيام بدأ الحوثيون بتهيئة بعض المواقع والأماكن الاستراتيجية شمال محافظة صنعاء بمحاذاة محافظة ريمة القريبة منها في غضون ذلك تشهد عملية انسحاب الحوثيين من محافظة الحديدة تعقيدات نتيجة عدم وضوح الاتفاق المبرم في السويد بإشراف الأمم المتحدة والذي أنقذ الحوثيين من ورطة مواجهة الجيش وفقاً لمصادر محلية فإن الحوثيين بدأوا منذ شهرين بالإعداد والتجهيز في هذه المناطق من خلال حفر الخنادق وإعداد خطط لاستخدامها في المعارك المستقبلية وأضافت للأيام أن الحوثيين يهيئون هذه المناطق لإحلال عناصرهم بعد انسحابهم من المدينة بناء على اتفاق السويد وخطة التهدئة في مدينة أميناء الحديدة واستعدثت عناصر الحوثي أنفاقاً جديدة في باجل التي تبعد عن مدينة الحديدة بنحو 70 كيلو متراً إلى جانب حفر خنادق لربط منازل المواطنين ببعضها البعض خوفاً من العمليات العسكرية كم عدد الهدن المخترقة منذ بداية الحرب هدنة وراء هدنة لم يستبد منها الشعب شيئاً وكأنها وقت لإعادة موقعة المدافع والضرب من جديد هكذا بدأ سلمان الحميدي مقاله في يمن مونيتور مضيفاً في أجزاء منه الهدنة في قاموس الميليشية هي الوقت المناسب لمباغتة الخصم في جبهة ما طمعاً بهزيمة أو نصر معنوي ومن الجميل أننا لم نسمع بالتوقيع على هدنة أثناء مفاوضات السويد رغم توفر ما يشبه مؤشرات لهدنة من قبيل التهدئة وتبادل الأسرى والإكليشة الدائمة تحقيق السلام للشعب المنهوك عندما اتفقت الميليشية مع الجيش والمقاومة على هدنة في تعز برعاية دولية بقينا متراقبين بآذان صاغية لوقف إطلاق النار الذي سيبدأ عند الساعة الثامنة مرة أخرى كان عند الساعة الحادية عشرة تقريباً عند الساعة السابعة والنصف كانت الاشتباكات خفيفة بالأسلحة المتوسطة وذلك ما اعتبرناه الهدوء الممهد للسلام في تمام الساعة السابعة وتسعة وخمسين دقيقة توقفت الاشتباكات تماماً وعند الثامنة موعد بدء الهدنة التمعت السماء بلهب أحمر وارتجت الأرض بدوي كبير قذيفة مدفع الميليشية أشعلت وطيص الليلة كاملة على مختلف الجبهات فيما بعد لتبدو ليلة الهدنة أكثر حماسة مما قبلها وحناجر الأسلحة أكثر صخباً من صخب أيام الحرب العادية واقع الهدن الذي نعيشه خلخل المعنى في رأسي وساورني الشك بأني على خطأ في معنى الهدنة ما جعلني مضطراً للبحث في القواميس في كل مرة تبدو الهدنة مناسبة للتعبير عن الغل بأقبح صورة ممكنة تبدو وهماً ليس إلا الميليشية لا تسكن أبداً عند أي اتفاق لا دعاً والمصالحة حبر مراق على ورق لا يتهيأ أي طرف للصلح والأمل الكبير أن يعقب أي اتفاق سلم دائم أمل يحتضر متى ينتهي كل هذا الغل اتفقت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي على فتح الطريق الشرقي الذي يربط العاصمة صنعا بمدينتي حديدة وتعز المعروف باسم الكيلو 16 اعتباراً من اليوم وعنوات صحيفة الحياة اللندنية اليمن اتفاق حكومي حوثي على فتح طريق الكيلو 16 ويأتي الاتفاق في ظل تكثيف الجهود الرامية الدولية لإنهاء النزاع المصلح في اليمن والمستمر منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعا من جهة والحكومة المعترف بها دولياً في غضون ذلك اقترح رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت اقترح أن يكون ميناء الحديدة مكاناً لاستقبال المساعدات وتوزيعها على كل المحافظات حيث رحبت الحكومة الشرعية بالاقتراح وتحفظت عليه الميليشيات وطلب وفد الحكومة من كاميرت خلال اجتماع اقناع الميليشيات بإزالة الألغام من جهة وسط المدينة والكيلو 16 لتسهيل مرور القواف الإغاثية إلا أن وفد الميليشيات لم يرد على الطلب الشرعية وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماعات أشارت الاجتماعات إلى أن ممثلي الميليشيات في لجنة إعادة الانتشار يحاولون تقديم تفسيرات مغايرة لاتفاق ستوك هولم الذي ينص صراحة على انسحابهم من مدينة الحديدة وموانئها لم يعد يفرحنا خبر اقتراب موعد تسليم الراتب لقد تحول الأمر إلى كابوس مرحق أحتاج إلى ما يقارب 50 ألف ريال يمني كي أنتقل من صنعاء إلى عدن وأتسلم مستحقات المالية هكذا بادرنا المعلم اليمني عبد الرحمن القاسمي وهو يشرح معاناة انتظاره وبحثه عن راتبه الحكومي في تقرير نشره موقع جزيرة نيت بعنوان موظف اليمن سفر ومخاطر للحصول على راتب زهيد ليس عبد الرحمن الموظف الوحيد لكن هناك الآلاف من اليمنيين الذين يقضون رحلة مريرة في البحث عن الراتب الذي لا يتجاوز في الأغلب 100 دولار وذلك بعد أن اشترطت الحكومة الشرعية على كل من يريد استلام راتبه من الموظفين الذين يعملون في مناطق سيطرة الحثيين أن يحضر إلى مدينة عدن وبحسب الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي فإن حل مشكلة استلام رواتب الموظفين اليمنيين يمكن أن تتم عبر إدراج كل من استوفى معاملته من الموظفين القادمين من المحافظات التي يسيطر عليها الحثيون في كشوفات الرواتب بعد عقب أول مرة يتسلم فيها راتب من المدينة يتم بعد ذلك تعميم كشوفات بالأسماء إلى كل فروع مصرف الكريمي في البلاد المعني بتسليم المرتبات يتمكن الموظف من استلام راتبه من أي مكان دون الحاجة إلى السفر إلى عدن ويضيف العوبلي للجزيرة نت بإمكان الحكومة أن تفتح نافذة إلكترونية على الإنترنت لاستقبال طلبات الموظفين ورفع وثائقهم ومقارنتها بالبيانات الموجودة لديها بحسب كشوفات 2014 ثم توجه باعتماد الصر وفقاً لذلك إلى حساب الموظف في مصرف الكريمي مباشرة ويؤكد العوبلي أن هذا الحل سيضع حداً كذلك للجهات النافذة والسماسرة الذين يقومون بابتزاز الموظفين في عدن ويستغلون ظروفهم إضافة إلى ما يتعرضون له من استفزازات مناطقية بحجة أنهم شماليون هل نجح النظام السوري في دفن الثورات العربية؟ تحت هذا السؤال كتب فيصل القاسم مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي ويقول في جزء من المقال من المضحك أنه بعد أيام فقط على زيارة طاغية السودان إلى دمشق للقاء بشار الأسد ودعمه انتفض الشعب السوداني من أقصى السودان إلى أقصى وقد رفع أيضاً نفس الشعارات التي رفعها الشعب السوري ويبدو أن البشير قد استشار بشار خلال زيارته إلى دمشق حول كيفية قمع التظاهرات فيما لو اندلعت ضده لاحقاً وهذا ما حصل والغريب أنه وصف المتظاهرين السودانيين بنفس الأوصاف التي وصف بها بشار المحتجين في شوارع سوريا كمندسين وعملاء وخوانة ومن الواضح أن ثورة السودان كثورة الأردن لن تهدأ لأن كل الأسباب التي أشعلتها ما زالت موجودة ولن تختفي لا اليوم ولا بعد سنوات لأن الوضع الاقتصادي في البلاد من سيء إلى أسوأ وقد توقعت منظمة العدل والتنمية لدراسة الشرق الأوسط والشمال الأفريقية قبل أيام فقط اندلاع انتفاضات شعبية كبيرة بعدة دول قريباً بالشرق الأوسط على رأسها العراق وتونس وليبيا والسودان ومصر بجانب اللبنان والجزائر والمغرب في ظل أزمة اقتصادية عالمية وشيرة مما سيؤدي لارتفاع أسعار المحروقات والوقود والسلعة بمختلف دول العالم ربما نجحت السعودية والإمارات في مساعدة الأسد وأمثاله على قمع الثورات بالثورات المضادة لكن هل ستسلم السعودية نفسها من الانتفاضات القادمة؟ وهل يعتقد الأسد بعدما وصلت سوريا إلى هذه الحال أن يحكمها بنفس الطريقة القديمة؟ مستحيل طبعاً حتى أن حلفاءه الروس باتوا يرون فيه عباً ثقلاً على مشروعهم في سوريا باختصار شديد أيها الطواغيط العرب؟ توقعوا دمين الثورات أن يتسارع من الآن فصاعداً لا أن يتوقف كما وعدكم حليفكم بشار الأسد للمغامرين عالمهم القاس الذي لا ينتهي فكل مرة يواجهون أخطاراً جديداً ويشتازون عقبات لم يسبق لأحد اجتيازها ونطالع من صحيفة القدس العربي بريطاني يصبح ثاني رجل يعبر القارة القطبية الجنوبية بدون مساعدة وقالت الصحيفة أصبح ضابط بالجيش البريطاني ثاني رجل يجتاز القارة القطبية الجنوبية بدون مساعدة بعد يومين من نجاح رجل أمريكي في إكمال هذا العمل البطولي وقضى لويس رود 56 يوماً لإكمال الرحلة الشاقة التي تبلغ مسافتها 1500 كيلومتر عبر القارة القطبية الجنوبية على زلاجاته لكنه لم يتمكن من هزيمة المنافس الأمريكي كولين أوبرادي المتخصص في رياضة التحمل والذي أكمل الرحلة قبله بيومين وقرر رود دو 49 عاماً القيام بهذا التحدي تكريماً لذكرى صديقه المقرب هنري ويرسي الذي توفي في عام 2016 إثار إصابته بعدوى بعد أيام من التخلي عن محاولة عبور القارة القطبية الجنوبية قبل أقل من 50 كيلومتر من خط النهاية وصف أوبرادي رود بأنه أحد أبرع مستكشفي القطب وكتب الأمريكي الذي أكمل عبور القارة القطبية الجنوبية في 54 يوماً على تطبيق إنستجرام لقد كان شرفاً لي أن نكافح من أجل نفس الهدف أتطلع إلى تحياته هنا عند خط النهاية وتهنئته على إنجازه الاستثنائي ومن أغرب الأخبار التي انتشرت في المواقع الأخبارية ما نطالعه في موقع دويتشا في ليه الألماني والذي عنوان معانقة الأبقار أحدث اتجاهات الراحة النفسية في الولايات المتحدة الأشد غرابة أن الأمر ليس مجاني حيث تقدم مزرعة في نيويورك جلسات عناق مع الأبقار بدءاً من 75 دولار للساعة لفائدة شخصين وخلال هذا الوقت يمكن للمستفيدين تسريح شعرها أو معانقتها وتعد مزرعة مونتن هورس فارم بخبرة مريحة ومريحة مع هذه الحيوانات ذات العيون الواسعة وتظهر الصور الموضوع على صفحة المزرعة الخاصة في إنستجرام أغلب الأشخاص وهم وضعون ذراعاً على بقرة أو يمصدون رأسها وعلى حسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين الحزم الأربعة التي تتيحها المزرعة يمكن كذلك الاقتراب من الأحصن القزمة والعادية في المزرعة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست المكان الوحيد الذي يمكن معانقة البقر فيه من أجل الحصول على الراحة النفسية فهناك مكان في هولندا حيث يكون لمعانقة بقرة هولندية أثر لطيف على الأشخاص ويمنح المرأة شعوراً بالثقة بحسب مزرعة كاستاني هوف الواقعة في قرية بيتس بشمال غربي البلاد مجموعة منطقات من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة خلال أسبو وقد نشرها موقع البي بي سي نتابعها في جولتنا المصورة ترجمة نانسي قنقر وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحاف نتابع بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختم حلقة هذا اليوم شكراً على المتابعة إلى اللقاء